شايف ان هو الاهل اتأخر بشكل كبير جدا عن اللي هو يشتري المهاجم كان لازم هو رايح المعسكر بتاع النامسة ده يكون قصلا المهاجم موجود شهور قبل بسوها كمان بالزبط يعني هو رايح المعسكر يكون راجل موجود معهم علشان يقدر اللي هو يخش في فترة الاعداد ويحضر التحضيرات بتاعة الموسم الجديد ويعرف الشغل بتاع المدرب والمدرب برضو يبدأ يزرع افكاره في دماغ المهاجم بتاعه وعلشان كده المشوف ان النادي الاهلي اتأخر بشكل كبير جدا في تدعيمه بالمهاجم في الفترة دي قهرباء وصلاح محسن لو هم دول اللي هيتم الاعتماد عنهم في الفترة اللي جاية كمهاجمين للنادي الاهلي لانا شايف ان دي مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا لاتنين من نفس اللعيب يعني كأنك نفس البروفايل بتاع اللعيب حاجة ما فيش فيها تنوعه في الفرقة ودي حاجة هتعمل مشكلة طبعا لكولر فبعدين انت بتتكلم برضو في ان صلاح محسن ممكن في وقت من الوقت تستخدمه كجناح فلو لعب صلاح محسن جناح ولقدر الله تصاب او حاجة هيبقى انت عندك قهراء وبيلعب هو الوحيد للمهاجم لو قهراء بحصل له حاجة في الوقت ده هتبقى عندك مشكلة انه ما فيش اصلا مهاجم بزيلا انت استغنيت عن محمد شريف فطبعا لازم الاهلي يتحرك في السوق ويجيب مهاجم في اسرع وقته ممكن وزي ما قلنا ان تأخرهم في الشرق المهاجم دي حاجة من الصحية افضل للنادي الاهلي خلي بالك لان اتعليق على الكلام ده الاهلي حاطت اتنين مليون اتنين مليون ونص بحد اقصى للمهاجم فانا وجهة نظري ان الاهلي ضيع وقت كبير جدا مع مهاجمين معروفين ان هم ارقاموا معالية جدا انا بالنسبة لي كان الوقت ده كله يتحطي لك في البدجت او الرقم اللي انت حطه كان لاجنة الكورة كانت تركز بشكل كبير لان بعد ريدا سليم وبعد امام عشور اعتقده ده اللي احنا قلناه الحلقة اللي فاتت لما قلتلك كان لازم امام عشور دي فرصة لا تعوض اخش على المهاجم واضخ كل الفلوس في حطة المهاجم جي بقى ريدا سليم كان اول مراسلين انت قلت فعلان الحلقة لكن انت دلوقتي انت حرقت خمسة او خمسة ونص مليون دولار ودلوقتي انت داخل على المهاجم ما ينفعش يبلعي بنص ملعب بتلاتة او تلاتة وكسور والمهاجم دلوقتي اجيب بقى واحد بواحد ونص او اتنين هي دي الازمة الكبيرة لان خاصة الموليكا باوك اليوناني داخل عايز ياخده عارة بنية البيع فانت ديمه نفسها بالسهل لان الدولار في الاهلي حتى لو متوفر غير في اوروبا اوروبا الدولار سهل انت بتتعامل عدد عملة البلد يعني انت بالزبط فالقصة سهلة لكن بالنسبة لمصر لها لها حزبة تانية فانا متفق مع طارق ان الاهلي تأخر كتير جدا 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 ولو الاهلي ما حلش القصة دي هتبقى نفس المشاكل الهجومية عند النادي الاهلي السنة فات لان خاصة النادي الاهلي السنة فاتت بكل 63 او 64 هدف اللي جابهم ما كانش اكتر يعني هدف تمن اهدف بس بدربات رأس فهيها كانت مشكلة ويمكن ده ورضو من ضمن الكلام اللي أنا دايما بيقوله ان كانت في مشكلة كبيرة جدا عند النادي الاهلي في موضوع التهديف هارجعلك في تاني اه موليكا راح موليكا جيه النهاردة كان معنا تصفحات خاصة لرمونتا ده هنشوفها مع بعض وهتعقب عليها انت والشام اه اه معنا لو معنا على اليمين هنا اه ما نشر عني عن طريق وكيلي يدعى جيان ويلي نجومة بخصوص امكانية انتقال الى الاهلي غير صحيح دي اول حاجة دي اول حاجة جيان ويلي ليس الوكيل الخاص بي وما نشر عن لسانه يخصه هو فقط ولا اعلم بتلك المفاوضات لا اعلم بوجود مفاوضات مع الاهلي من الاساس ولا اعلم بوجود مفاوضات مع الاهلي من الاساس ووكيل الحالي هو دي دي بيرناي واي امور تخص مستقبلي ستكون من خلاله دي اه كارسة ليه لان مصر كلها مصر كلها سواء كان جيه او ما جياش احنا بقالنا شهر موليكا جي ده انا بشكر زوجة في الاعداد بصراحة طبعا لان خيبهك ده معناه ايه ده معناه حاجة اه معناه ان في حد مفاوض من النادي الاهلي بيتكلم مع شخص مع شخص عارف قصة ريدا سليم وميدو لما قالك ميدو بيكلم شخص مش مسؤول عن ريدا سليم اللي بيحصل ده ممكن يبقى النادي الاهلي بيضايع وقت مع شخص ملوش علاقة بالراجل او واحد من ضمن عشر وكلاء الصفقات اللي بتبقى فيها وصلت كتير جدا يعني بقى فيه ايجنت بيوصل لايجنت تاني عشان يدخل في الصفقة لان الزمال طبعا بشكركم في الاعداد كلهم من الهاردة الكلام اللي يقول لك رجل مفيش اصلا لا اعلم بوجود مفاوضات مع الاهلي من الاساس حتى انا اتكرر طبعا يبقى موجود على الميديا ليه بقى لا فترة اه ما اكيد الاهلي الا للاهلي عامل خدعة بيوديك شمال وهو شغال في حتة يمين اجواره مش مقتنع بالكلام؟ لا مش مقتنع هو ممكن يكون الاهلي بيتكلم مع وسيط ولكن الوسيط ده مش هو الايجنت الرسمي بتاع اللعيب دي حاجة بتحصل فيه ايه بس انه يوصل اللعب نفسه يقولك انا مفيش مفاوضات من الاهلي من الاساس ده ايه معدامة عن الاهلي يعني ما بيتكلمش مع الحد اللي هو الدايريكت بتاعلي يعني مش الايجنت بتاع العيب هو في حد في النص ما بين الايجنت وما بين النادي الاهلي اه يعني لازم اهل زي ما اتكلمنا زي اقولنا اللي هو لازم يحسم الموضوع المهاجن ده باسرع وقت ممكن وان المماطلة في المفاوضات وكل الكلام اللي بيتقال ده مش مصلحة النادي الاهلي خاص اقولك حاجة بعيدا عن عن اي حاجة انا نوع اللعيبة ده يستفزيني يا ايه لأ لكن انت شوية قربت شوية ما قربت شوية في الفاوضات شوية مفيش لا بس انا بكلمك على خطوات قبل كده انت بتلوب ان اللي بتفاوض هو اللعيب ماله لا بس خلي بالك كان في مفاوضات من فترة لما كان الاهلي وباش اكتاش بيتكلمه على ان يحصل تبادل مع ديانج فكان قردي فيه لينك تفتح ايه بس هو هو الراجل دولة في التصريحات مفيش حاليا لكن هو كان عارف ان فيه مفاوضات قبل كده انا بكلمك النوعية دي ايه عايز ايجي ايه مش عايز ايجي